السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة فيها حاجة حلوة مع نور اهلا وسهلا بكم حصريا في مكان كنزك ونز يا جماعة لكل بنت وكل ست وكل حد فرفوش بيحب يدلع نفسه من الاخر كده انا جايبا لكم منبع جملة الجملة في السكين كير وكمان الميكوب الاوريجينال عايز اقول لكم ان المكان ده بيوفر لك كل السكين كير اللي في خيالك اللي سمعت عنها واللي ما سمعتش عنها وبرضو في الميكوب وغير كده كمان هو بيبيع من اول قطعة بسعر الجملة ومتوفر شحن الجميع المحافظات زائد كمان عندهم قنالة تليجرام كبيرة جدا يا جماعة فيها الاسعار بتفاصيل البرودكت كله ايا كان اي هو شرحينه بالتفصيل بيعمل ايه وبفايدته ايه مقاساته اسعاره كريماته حراجاته تريكاته كل حاجة مش سايبنا هتلاقوا اللينك حطه لكم في صندوق الوصف وفي اول كومنت مسبت المكان ده اسمه كزاميزة محل كزاميزة ده بيوفر لك زي ما انا قلت لك كريمات للشعر بقى بيوفر لك سيرام بيوفر لك شامبوهات طبية بيوفر لك عايز اقول لك من الاخر مجموعات التفتيح كلها مجموعة اللوشن للشعر المفوض المجاعد والشعر فيه مشاكل زي القشرة والكلام ده مجموعة رويل مجموعة رويل وكمان بيوفر لك كمان كانتو مجموعة كانتو للشعر المجاعد عايز اقول لك ان الحاجات دي كلها اللي هي زي شراب السيليكون بقى زي صابون الحجرية مش عارفة زي اللي هو صابون مية الورد شفارات الفلامينجو شفارات فينوس بكل انواحها عايز اقول لك كمان موجودة عنده درجات شجلام كلها سواء بقى الروج الباودر كريم الاساسي بصوا كل حاجة شجلام زبالم برجواء هودا بيوتي فيت مي ميبيلين كله موجودة عنده بسعر الجملة زي كمان سودو كريم موزيل العرق مجموعة بيزيلين كلها موجودة بصوا كل الكريمات هودا حاولت تصورها لكم لان ما شاء الله اكتر من الف منتج اكيد انا مش هحفظهم كلهم انا بقول لكم الاكتر حاجة تريندينج اللي نازلة وفي حاجات برضو انتوا اكيد هتبقوا انتوا كل واحدة اضرب نفسها او عارفها يعني بتستخدم ايه تمام انا عن نفسي انا بحب بجيب سودو كريم موزيل العرق في ناس بتحب بيزيلين في ناس بتحب فيتشي هو عنده فيتشي على فكرة بكل انواعه عنده زي ما انتوا شايفين الفينوس هي بكل انواحها ودرجتها برضو اسعارها هتلاقوها في لينك التليجرام اللي انا سهيسبه لكم جميع بقى زيوت الشعر اللي انتوا بقى تتمنوها وبتحلموا بيها البودر جميع المسك بقى البرفيوم اللي موجود الحمام المغربي الصابون المغربي كل برضو موجود بصوا كل حاجة ان شاء الله ان شاء الله بتستعملوها او عايزين تجيبوها مش لقينها بتدوروا عليها كتير في السوق ومش عارفين توصلوها ازاي هتلاقوها موجودة عند محل كزاميزة محل كزاميزة هو موجود كل يوم عموما ما بيقفلش خالص من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 11 مساء موجود في مول بانوراما مول بانوراما ده مول مشهور جدا ومعروف جدا على فكرة وموجود في القاهرة للناس اللي بتشوفني حبيب قلب المحافظات احنا بنتكلم في القاهرة دلوقتي في مول اسمه بانوراما في الدر الارضي تمام على اليمين وعلى الشمال موجود طيب تحديدا اكتر في شارع بورسعيد تحديدا اكتر في باب الشعرية اقرب محطة مترو هي باب الشعرية اللي عند العتبة انا بقول بالتفصيل عشان الناس اللي بتبقى جاية من محافظات مخصوص عشان تجيب حاجات سواء هي عروسة وعايز تجيب شوية حاجات حلوة لها في الجهاز قبل ما يعني يعرف برضو يجيبها منين او لحد عايز يفتح مشروع اولاين ولسه مش عارف يبتدي ازاي ويروح فين ويجي منين والاسعار ايه كل حاجة هاتشو فيها عد تليجرام هو ده السعر اللي هما بيبيعوا بيه عايزة تشوفي الحاجة عد طبيعة وتروحي روحي بس هما ما عندهمش تستر تستر يعني ايه جماعة يعني ما فيش حاجة مفتوحة تشوفي منها الحاجة للأسف مقفولة تمام فده برضو معلومة مهمة لازم اقولها لك عشان برضو تبقي عارفة ما فيش عندهم تستر التستر بيبقى موجودة عند البراند نفسه زي مزايا مثلا في سيت ستارز او في اي مول تاني برضو بيبقى موجود تستر للمنتجات يعني تستخدميها قبل ما تشتريها عشان تبقي عارفة انت هتستخدم ايه هما للأسف ما عندهمش الكلام ده هما بيبيعوا يا جماعة كل حاجة مقفولة بعلبتها ما فيش حاجة ما ينفعش تفتحي حاجة اصلا وانت هناك وتقولوله اجربها او اشوفها او اشمها او ارشها قبل ما اخدها ممنوع ممنوع تماما تمام برضو بصوا لبستيك برضو بجميع انواع موجود عايز اقول لكم مزدلات العرق الستيك موجودة عايز اقول لكم يا جماعة مش سايب حية يعني ما شاء الله مجموعة جي كي للشعر بقى كلها مجموعة الترتيب البلسم السيرم الشامبو كل حاجة موجودة برضو السيرم بقى بكل انواعه سيرفيس ودو كريم بصوا زي ما انتم شايفين الشرفرات الفلامينجو الاصلية بصوا العلامة اللي فوق دي اللي انا بشاور عليها دي اللي مدام فيها السيلفر اللي من فوق ده تعرفين هو اصلي تمام الناس بقى اللي بتحب بقى المكان اللي هو بتعزلت الشعر الانفي ده الناس بقى بنيهات الشعر بقى موجودة العلامة الصغيرة اللي بتفضي فيها زي اللي هي الشامبوهات او الحاجة قبل ما تسفري برضو موجودة هناك بتاخذ منها عينات قبل ما تسفري بص ده شكل المول من جوه وعلى فكرة ما تنسوش تعدوا كمان بالمرة عند يعني صورتلكم من قبل العيد او في العيد محل مهم جدا المحل ده جملة الجملة حرفيا في ايه بقى في اللانجري وفي الهوموير وفي البيك سايز وفي اللانجري اللي هو التنكري السيكسي وكمان يا جماعة في الميوهات الشرعي المحل ده اسمه بلانكو هتلاقوه جنب محل الخواجة تمام على اديكم الشمال وانتوا رايحين على اديكم الشمال هتلاقوه محل بلانكو في الدور الارضي من احسن وارقى المحلات اللي هتلاقوه هتلاقو فيها الاسعار جملة الجملة من اول قطعة بيبيع هو بيبيع جملة وقطاعي وبيبيع كمان من اول قطعة اللينك برضو يعني اللينك بتاعكم بتاعهم بتاع التليجرام هسيبه لكم وبتاع الفيسبوك برضو هسيبه لكم بس بتاع التليجرام احسن عشان خاطرك هحطين في الاسعار والمقاسات بالموديلات كلها ما تفوتوهوش وروحوه بالمرة مدام هتروحوا كده كده في المحل كزاميزا طبعا احنا دلوقتي وقفين في شارع الجيش ده شارع الجيش وده محطة ده محطة المترو بتاعت باب الشعرية اه ده محطة المترو بتاعت باب الشعرية انا هقول لكم هتمشوا ازاي يعني قرب محطة مترو باب الشعرية اول ما هتلاقي الفريد في اوشك للمصنوعات الجلدية امشي بقى الزواء ده شايفة الزواء الصغير او الشارع الصغير ده امشي بقى على طول هيطلعك على شارع بورسعيد وده شارع الجيش يا جماعة ده اسمه شارع الجيش ده اللي بنطلع منه من محطة المترو محطة باب الشعرية اسمها محطة مترو باب الشعرية طيب اللي جاي من باب الشعرية اصلا اللي جاي من الميدان ده الميدان على فكرة كنا بنصور الصبح بادري طب ده الميدان لما هتمشي في الميدان امشي بقى على طول يعني اسألي على شارع بورس عيد وامشي بقى خليكي مكملة كده دغري على طول اول ما تشوف التمثال كملي واسألي برضه عشان تتأكد اللي انت ماشي صح قولهم انا عايزة شارع بورس عيد عند مول بانوراما مول بانوراما رقمه 430 مول بانوراما اصلا على الشارع العمومي لا في حارة ولا في زقاء ولا في اي حاجة وعلى فكرة ما تقلقش ده مول كبير جدا وعى الشارع العمومي وزحمة جدا بس احنا اللي كنا بصار وقتها بدري قوي تمام هتلاقي على قديك اليمين لو انت وجاية من ميدان باب الشعرية على قديك اليمين اول حاجة هتلاقي كزاميزة والشمال هناك هتلاقي محل بلانكو